صباح الخير أو مساء الخير على أحلى بنات بتتابع كوروشيكو النهاردة أول درس من دروس المستوى الأول من كورس الأمو جرامي اللي عملته مجاناً هشتغل معاكم إن شاء الله هناخد فيه حاجات كتيرة جداً والبنات المشتركين معايا في جروب المتابعة على التليجرام يتابعوا معايا لأن فيه سؤال هحتاج منكم تجاوبوا عليه في نهاية كل درس بركزوا كويس جداً في كل كلمة بقولها أول حاجة أنا بتمنى طبعاً إن السبعين واحدة المتابعين معايا على التليجرام أبتمنى من كل قلبي إن السبعين يتخرجوا من الكورس وكلهم ياخدوا شهادات تقدير معايا وكلهم ينزل شغلهم سواء على اليوتيوب في المنتدى أو على الفيسبوك على البيج تاني حاجة إحنا هناخد في الكورس أربع مستويات في كل مستوى من المستويات فيه مجموعة من الدروس يعني المستوى الأول فيه ستة دروس المستوى التاني خمس دروس المستوى التالت ست دروس المستوى الرابع ثلاث دروس ما علينا من آخر الثلاث مستويات دلوقتي احنا نركز في أول مستوى ده هنتكلم عنه دلوقتي هنتكلم في أول درس آآ عن المستوى الأول عن محتوياته وهنتعرف مع بعض عن إيه هو فن الإيموجرامي وإيه هي أهم الغرس اللي فيه طبعاً ده الشافوي بس مش هناخد حاجة مش هناخد شغل يدوي دلوقتي بس هعرفك كل حاجة ممكن تعرفيها أو تحب تعرفيها عن فن الإيموجرامي والخيوط اللي مفضلة انك تستخدميها والخيوط اللي مفضلة انك تبعدي عنها والقبرة المناسبة ليهم وأهم الأدوات مبدئياً كده اللي ممكن تبدأي تشتغل بيها أنا عن نفسي لما بشتغل إيموجرامي بشتغل بغرض لعب الأطفال أو الميداليات أو الدكور لكن بحاول إن أنا بابعد خالص قدر الإمكان عن الجسم المفصل تفصيل دقيق طبعاً عارفين أقصد إيه بالضبط اللي هي الجسم اللي بيبقى بيين تفاصيله في الكورس معي هيكون على الأساس ده هنبعد عن الشغل اللي هو المفصل تفصيل دقيق هنتجه للشغل اللي هو العادي الطبيعي اللي هو المعمول بيه اللعب بتاعة الأطفال أو الميدالية أو الدكور هنرجع تاني دلوقتي نتكلم عن باقي محتويات الكورس وبعدين هنرجع نتكلم عن الدرس الأول تاني حاجة تاني درس هنقده مع بعض هي الغرز الأساسية دي هناخدها بقى شغل هتحضري إبريتك وخيتك ونبدأ نشتغل مع بعض نتمرن كده عن الحاجات الأساسية اللي هنستخدمها في الشغل الفعلي برموزهم عشان نحفظ الرموز كويس جدا عشان الرموز هنحتاجها داخل الباترون تالت درس هنتعلم فيه إزاي تقدر تجيبي باترون لحاجة حبة تنفذيها وإيه هي أهم البرامج اللي لازم تكون على تليفونك عشان تعرفي منها تجيبي الباترون دي رابع درس إزاي تقري أي باترون عربي واتطبقيه بنفسك بكل سهولة وده هنجيب فيه باترون باللغة العربية وهنطبقه مع بعض خط وخطه خمس درس هنوصل فيه الأجزاء وهنتعلم مع بعض إزاي نخط نفية الأجزاء بتاعة أي دمية بشكل احترافي ما يبنش تمام عشان الخليط ما يبنش معاك فيه سادس درس هطلب منكم تجيبوا باترون لقطعة معينة وتنفذيها لوحدك طبعا دور المتابعين معي ولو مش متابعة معي في جروب في جروب الكورس في جروب التليجريم لو مش متابعة معي وحبت تنفذي القطعة اللي أنا هقولها وتبعتها لي ممكن تبعتها لي على صفحة كروشيكو على الفيسبوك أهلا بيكي طبعا بس المتابعة بتكون من خلال جروب التليجريم وده بيبقى آخر معايد أنا كنت قلت لهم يوم 28 اللي فات تمام؟ من خلال الكتعة اللي هتنفذيها دي هتقدر يتنقلي معي للمستوى التاني من غيرها مفيش انتقال للمستوى التاني وهيتم حصة مجروب نهائي في درس النهاردة احنا هنتكلم عن الدرس الاول بس اه وتكلمنا عن محتويات المستوى الاول في بداية كل مستوى هنتكلم عن محتوياته قبل ما نبدأه اه نلجع بقى تاني رقم واحد في المستوى الاول اللي هي المبتدد اول حاجة لازم نعرف يعني ايه امجرومي دي كلمة يابانية مكونة من جزئين اول جزء هو امي يعني كروشيكو والتاني هو جرومي يعني الدمية المحشية الدمية اللي جواها حشو وبالتالي هيكون معناها دمية كروشية محشية او دمية تريكو محشية الامجرومي جواه انواع كتيرة جدا من الدماء سواء كانت حية زي اللي في اداية ديت حيوان او بني ادم او خيالية يعني زي مثلا خروف دخل في كوباية ده حاجة خيالية وفيه اللي هي كائنات الاستورية زي التانانين وغيره او نباتات زي الصبورة اللي عملناها قبل كده على القناة او اطعمة تعملي برجر تعملي كوكيز كده او جاميات زي نعمل بيت مع بعض وده ان شاء الله هيكون من ضمن خطة الباترونات داخل الكورس مش عايز اخدوكم برضو بس اه اه اغلب الباترونات اللي هنشتغلها مع بعض هتكون بترونات صغيرة عشان ما تتخضيش عشان ممكن واحدة من البنات تقول هنعمل بيت يا ده البيت ده حاجة كبيرة قوي هنعمل بيت السيد هياخد وقت كبير هياخد خط كتير لا احنا نعمل حاجات صغيرة ميداليات صغيرة كل حاجة مجسامة ممكن نعملها بالامجرومي الفن ده بيحتاج ايه عشان تقدر تشتغليه بيحتاج اه زيه زي الكوروشي بس بتزودي عليه شوية حاجات اه بيحتاج طبعا انك سيكون عندك سنة اداع سنة اداع عشان تقدر تنطلق يعني مسلا سنة تخيل انك اه اه عشان تعرفي مسلا الخروف مسلا اللي في اداية ده عنده ايدين طب عنده ايدين وعنده رجلين طب انا ممكن اعمل ايدي شكلها اعمل ازاي طب لو عملتها بالشكل ده طب لو عملتها على شكل كوره يبقى شكله حلو ممكن اعملها على شكل كوره طيب تبدأ تفكري وتبدأ تبدأ ده اول حاجة ثاني حاجة طبعا خيطك ثالث حاجة ابريتك رابع حاجة الماركر بس كده في الامجرومي هتزودي طبعا ده بالنسبة للكوروشي في الامجرومي هتزودي مثلا الفايبر اللي هتحشي به وبيختلف طبعا الحاجات اللي هتعوزيها من دوميا للاخرى يعني خيوط في خيوط قطن نشفة زي إليزا بوهار وإليزا فوريفر إليزا بوهار وإليزا فوريفر دول آآ خيط قطن ناشف وفي نفس الوقت رفيع او زي ما انتم شايفين كده معلش الخروف واقع عايز يرجع تاني للكاميرا تقريبا مش عاجب ان هو يرجع ورا آآ في خيوط اكليريك زي كده في منها رفيع زي إليزا ديفا وإليزا ديفا بلس ده اطخن شوية آآ وفي خيط كوتن جولد برضو حلو جدا انا بستخدم اللي هي الخيوط اللي من النوع ده اللي دخل فيها إكلارك مش قطن صوفي قطن دخل في إكلارك وفي خيوط صوف دي حاولي تبعادي عنها يعني ممكن ما تشتغليش بها غير لو هتعملي مثلا قطة لو هتعملي حاجة بتحتاج انك تبين الشعر اللي في الخيوط تبين بالنسبة للإبر بالنسبة للإبر فبيختلف طبعا آآ نوع الإبرة ورقمها على حسب نوع الخيوط اللي هتشتغل بيه يعني لو هتشتغل الديفا انا لو بشتغل بديفا هستخدم إبرة آآ ستانلس مائس زيرو لو بستخدم لو بستخدم ديفا بلس هستخدم إبرة آآ دي سيليكون دي كانت سيليكون بس الراس بتاعها طبعا اتخلعت مع الاستخدام إبرة سيليكون مائس 72 ملي لو هستخدم خيط قطيفة بستخدم إبرة رقم ستة أو أربعة ألمونيوم على حسب سمك خيط القطيفة اللي هستخدمه تمام؟ فها بتختلف مائس الإبرة من نوع خيط ثالث حاجة هنتكلم عنها إبرة التنظيف أو إبرة التشطيب اللي هتستخدميها كتير جدا طبعا هاتيها من النوع ده اللي هي تبقى طويلة وفي نفس الوقت الفتحة بتاعتها هنا تبقى واسعة يعني واسعة من جهة الطول عشان تقدير تدخلي فيها خيط اللي بتستخدمين يعني انت اشتغلت بخيط إليزا ديبا أو ديبا بلاس أو كوتن جولد أو ستوكاتهم هتحتاج تدخلي هنا عشان تنظفي الخيط في الآخر أو عشان تخيطي القطعة ببعضها القطعة بتاعت الدمية ببعضها هرجع وقالكم كل ما كانت الإبرة طويلة ورفيعة كل ما كان ده أفضل بالنسبة بقى للقطعة هنحشيها إيه؟ طيب فيه ثلاث أنواع من الحشو ممكن تحشيها تجيبي فايبر مقصص للدمة وده طبعا بيبقى غالي ده أفضل نوع فيهم بس ده طبعا غالي ولا أنا ولا أنتم هنستخدمه ثاني نوع اللي هو فايبر المخدات لو بتروح عند أي منجد بتشوفي عنده كيسة بتاعت الفايبر تحت المخدات وتشتريها من عنده أو تعملي زي مخدة فايبر قديمة كده ما بتستخدمهاش مركونة عندك تحت السرير طلعيها وقطعيها واخدي منها الفايبر استخدميه أو قاعد معي سنين لغاية دلوقتي تالت نوع اللي هو القطن والصوف القطن طبعا والصوف بلايش منهم خالص لأن شكل الكتع بيتغير بعد الغسيل في نوع رابع عرفته قريب وأنا بحضر للكورس عشان أطلع أتكلم معاكم فيه هو عجبني جدا بس أنا ما جربتوش صراحة لغاية دلوقتي بس بيستخدم في الزينة في الدكورات بس مش في لعب الأطفال هو بيستخدمه منتجات جفة ومعطرة في حشو الدماء مثل القمح والرس الجاف والورد المجفف ومعطرين ويطلعوا ريحة طبعا في المهمة موجودين على شكل دكور خامس حاجة هنتكلم عنها هي العلامات أو الماركر مهمة جدا 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 استخدام ماركر أو حاجة تعلمي بيها القطعة سطر سطر عشان تعرفي إيه بديت السطر بتاعك وفين نهايته تمام عندك ماركر استخدمين ما عندك إيش أنا سواء عندي أو ما عنديش أنا بجيب فتلة خيط وبحطها تبقى دي اللي بتعلم معي بداية كل سطر ونهايته يعني بعلم الشغل في فتلة خيط وطبعا فتلة الخيط رفيعة زي ما انتم شايفين مش في سمك الماركر الماركر سامك شوية فبيسيب علامة كده في الغرس بس الخيط مش بيسيب أي علامة نهائية سادس حاجة هنتكلم عنها هي عيون الدمم اللي بتبقى على شكل كئنات حية سواء حيوانات أو أي حاجة ممكن تستخدمي الخيط والإبرة خط رفيعة عندك خط رفيعة عندك تستخدمي وبإبرة كده إبرة مناسبة ليه وتبدأي أنك تترز العين وده هنتعلم مع بعض ثاني نوع هاتيب لكم برضو صورة على جنب لشكل تطريز العين ثاني نوع اللي هو الخرس أو اللولي ده ابن الزاء والشمع يا إما بنقيطه على حسب في مكان الخيط نوع العينين المتحركة برضو هاتيب لكم نوع العيون الآمنة دي أنا مش لقيها فصراحة يعني لازم شحنه وبتاعه ومش موجودة في مكان قريب منه فأنا بكسر موضوع الشحن ده يعني هشحن عشان عين ثالث حاجة اللي هي العيون اللاسقة اللي هي بتبقى على شكل صور كده مطبوعة وبتتلزق سابع نوع اللي هي العيون الجوخ دي بتقصيها انت وبتلزقيها على الشكل اللي انت حبيه برضو سابع نوع اللي هي العيون الكروشي وده انت بتعمليها لو قطعة كبيرة بتعملي عنيها كروشي بالخيط والإبرة بورز الحشو سابع حاجة نتكلم عنها هي الشعر شعر العروسة او الحاجة اللي هنشتغلها في منه انواع كتير جدا في شعر اللي هو بيعمله شبه طائية كده طائية كروشي ويخرجوا من الطائية ديت آآ آآ شرائط بغرز الحشو او غرز النص عموت على حسب تمام وبعدين بيشكلوها وبيخيطوها في الطائية دي وبيثبتوها في الرأس وبيخيطوها في الطائية وبرضو هسيبلوك صورة هنا وفي نوع اللي هو عبارة عن فتل الخيوط الكروشي خيوط خيط قطن او خيط صوف والفتل ديت بياخدوها وبي برضو بيوصلوها بالطائية وبيخيطوها في العروسة وفي نوع الثالث اللي هو تايمين حاجة اساسية طبعا هتحتاجيها اللي هي المقص طبعا مفيش غنى عنه عشان نقص الخيط آآ لما نخلص شغلي بيه كده خلصنا اهم من الادوات اللي هنحتاجها بس طبعا مش كل ده هنحتاجه في حاجة واحدة يعني مثلا انا قبل كده عملت قروف من غير حشو فايبر مدالية كده صغنة الموجودة على القناة ما سيبلوك صورته هنا ده من غير حشو فايبر آآ آآ بتاع ده وبخيط شوية صغيرين خيط وابرة كورشي وابرة تنظيف وبس كده وشكرا برك الله في ما رزق ممكن برضو ما ما تستخدميش آآ النص اللي ممكن تتعرزي العين باللون الاسود عادي مش مشكلة تطريز هي هيبقى قدامك سهل جدا 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 لما تخلص الكورس معي ان شاء الله طيب نتكلم دلوقتي بقى على اهم الغرز اللي هنستخدمها ايه هي طبعا اكيد واكيد غرزة الحشو بس مش اي حشو هنستخدمه مش اي حشو هنستخدمه الحشو اللي هنستخدمه هو الحشو اكس اللي متابعينن في القناة من زمان عارفين ومركزين وبيشتغلوا معي الحشو اكس على طول هقولكو من مرة يا جايش معينا الحشو اكس قد استخدمها مش الحشو العادي او الحشو فيو الحشو اكس بس تاني حاجة أساسية هي الحلقة السحرية هنستخدمها كتير جداً وليها برضو اه كزا طريقة هناخدها من مرة جاية تالت حاجة هي التنقش الخفي والعادي برضو هوريه لكم من مرة جاية والتزايد والتزايد والثلاثي والمرة الجاية ان شاء الله هناخد اه شغل عملي للورز الاساسية دي برموزهم اللي هنستخدمها داخل اي بطروح لو كنت مركزة معي في الدرس الاول فانت هتركز في باقي الدروس لان باقي الدروس شغل اه عملي وهنشتغل مع بعض بالخيط والابرة اول درس هو اللي ممكن تحسينه مملة شوية بس صدقيني هيفيدك كتير جدا بعد كده هيخليكي كل ما تشوفي حاجة تبقي عارفها من قبل ما حد يشرحولك مش هتحتاجي حد يشرحولك لو كنت مركزة معي في الدرس ده فجاوبي على السؤال ده في الكومنت اللي هو ايه انواع عيون الدمى للكائنات الحية انواع عيون الدمى كانوا كامعين وكانوا ايه هم يعني اسكوري عددهم واسكوري اساميهم طبعا ما ذكرتهم في الفيديو بالتفصيل اتمنى اشوف كومنتاتكم واشوف اه اجاباتكم بجد بتفرحني وبتحسسني ان مجهودي مضعش على الفاضي اه انا تعبت جدا عشان اجمع لكم معلومات كتيرة كده واجمع لكم كورس يفيدكم ان شاء الله بازن الله ومجاني زي ما قلت لكم طبعا دي ما حصلتش انا دورت كل الكورسات اللي بلاقيها بفلوس واللي بتعمل كورس على اليوتيوب ما بتطلعش المعلومات كاملة عشان تعمل كورس بعد كده بفلوس يعني شجعوني شجعوني عشان ما بخلش عليكم باي معلومة بعد كده ان شاء الله استنيكم في الدرس التاني عشان نبدأ مع بعض الشغل العملي اه مش هتاخر عليكم احنا اتفقنا ان احنا نشتغل ان شاء الله يوم ويوم استنيكم في الدرس التاني بازن الله ما تنسيش تدوسي لايك للفيديو لو عجبك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس لو لسه مشتركتيش واشياري الفيديو لأكبر عدد ممكن عشان كله يشوفوا استنيكم في الدرس التاني بازن الله مع السلامة